بتقديري مهما تكون المبادرة قوية وفيها نقاط فاعلة وناجعة لن تؤثر إلا بعدد النواب هي القضية بكثرتها نعم القضية عددية بين أعضاء مجلس النواب امتداد لا يملك سوى تسعة نواب وثمانة نواب بعد انسحاب أحد النواب ومع الجيل الجديد حتى في رؤاهم مع الجيل لم تكن منطبقة تماما يعني جلسة الأخيرة جلسة الأرباع حضرت امتداد في حين امتنعت كتلة الجيل الجديد وبالتالي فإن عملية هذه المبادرة واطلاق هذه المبادرة من قبل المستقلين منهم المستقلين إذا ردنا أن نفكك المستقلين منهم بعضهم هم أصلا ينتمون إلى كتلة سياسية وبعضهم رشحوا نعم في رادة ولكن هم أصلا منظمين ومن المنتظم سياسي واضح وبعضهم أعلنوا انتمائهم إلى جهاز سياسية وتحالفوا مع الإطار وبعضهم مع التيار وبعضهم سنة وبعضهم كرد فلذلك الآن هل إن امتداد حينما أطلقت هذه المبادرة وهي مبادرة نقول عنها مبادرة إيجابية هي باتجاه الحل باتجاه حل حالة لكن قل كم نائب معهم يتفق في هذا الرؤية لذلك أعتقد أن هذه المبادرة لن تحصل على انتيجة لأنهم يريدون أن يشكلوا كتلة الأكبر هل تعتقد أن الإطار التنسيقي بأعضائه يتخلى عن الكتلة الأكبر وهو لم يتخلى عن هذا المبدأ لصالح التار الصدر الذي حصل أكثر من الإطار التنسيق أو أكثر من كتل كثيرة بالإطار التنسيقي وبالتالي فهي مبادرة في طريق المبادرات الكثيرة وربما نصل إلى المبادرة 30 و40 ولم نجد حل العملية السياسية فحلول الأرض انتهت وبقت حلول السماء بما يخص العملية السياسية وجدد الترحيب بك ذكرت امتداد أن مبادرتها تأتي بعد الفشل في تمرير رئيس الجمهورية هل وصل الانسداد انصح التعبير في عقد نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى مرحلة اليأس ولم يصل إلى مرحلة اليأس ولم يصل إلى مرحلة المستحيل ولكنه صعب حقيقة صعب تشكيل هذه الكتلة الأكبر لأن الرؤى مختلفة متعددة حتى الذين يقولون نحن مستقلون فهم لهم رؤى معينة في تشكيل الحكومة وآلياتها ومعاييرهم ويريدون مناصب هناك كتلة من 6 نفرات 6 أعضاء نواب يخترحون أن يكون رئيس البرلمان منهم ونائب رئيس الجمهورية منهم ونائب رئيس نواب منهم وكذا وهيئات مستقلة منهم إذا كانت كتلة بمستوى 6 أعضاء كيف نقول أو الكتلة التي لها 30 و40 و50 عضو قضية تشكيل الحكومة الآن نعم وصلت إلى انسداد ولكن هذا الانسداد ناتج من ابتعاد التهر الصدري عن التفاوض مع كل الكتل فضلا عن أن الكتلة الأخرى التي امتلكت الحرية الآن في التفاوض مع الكتلة الأخرى أقصر إطار التنسيق تحديدا لم تجد قبولا في عروضها لدى الكرد أو السنة هنا أود المقاطعة يرى مراقبون أن مهلة السيدة الصدر للإطار التنسيق لتشكيل الكتلة الأكبر وكأنها وضعت الجميع أمام الأمر الواقع هل الأمر الأخير أصبح بيد التحالف الثلاثي؟ واضح جدا اليوم يروجون يقولون أن إيران والإمارات وتركيا وأمريكا والصين ومعرف أي دول العالم كلها تخلت عن الكتل السياسية التي تتبعها في العراق هكذا يقولون هم من الطبقات السياسية الفاعلة جزء من الحكومة العراقية الحالية جزء من البنرمان وكأنهم يقولون نحن قاصرون وأن هناك دول معينة تدير العملية السياسية لذلك بما أن هذه الدول ومنهم بريطانيا تخلت عن الأغلبية لصالح التوافقية إذن سيتوافق الجميع بعد مدة كذا ولكن في الحقيقة اليوم إذا بقيت تيار الصدري في يعني عزاله وابتعاده عن الحكومة لأن تتشكل الحكومة مهما يكون تسميها عزالة من أنها مهلة وكأنه يعني هي نسميها عزالة نسميها مهلة للإطار ماذا لو انتهت مهلة السيد الصدر سيكون هناك حراك جديد شوف هناك حراك جديد الآن للإطار التنسيقي وضع أكثر من مبادرة يعني حتى تكون واضحة هناك نسمع في داخل أروقة التنسيقي تسريبات شوفوا مؤكدة أو مؤكدة إنهم لديهم أكثر من حال أكثر من طروحها ما هي هذه التسريبات؟ من ضمنها تخلي عن الوزرات كلها للتعار الصدري هذه قالوها بعلنة وعبر وسائل الإعلام وربما العراقية نشرت جزء من تصريح لهذا للشخصياتهم مقابل أن يكون رئيس الوزراء توافقي وليس من التعار الصدري هم يقبلون برئيس وزراء توافق لا يكون رئيسا للوزراء من فصطات الإصلاح لأن الرئيس الوزراء إذا كان من فصطات الإصلاح سيسبب حرجا كبيرا للجهات الأخرى أنت تعرف جيدا هناك مصالح لكتل سياسية في إدارة الدولة مصالح في ديمومة أحزابها أي حزب سياسي اليوم يخرج عن الدولة يضعف تماما لن يكون له وجود وجربناها سيدة الله حينما ابتعد عن السلطة ضعفة ولم يتطيع الحصول على صوت واحد مقعد وهناك عشرات الكتل سنية كردية شيعية وأيضا أي كتلة شيعية لن يكون لها وجود في هذه الحكومة لن يبقى لها وجود في الحكومة المقبلة أي أن الكتل الفائز التي لم يكون لها موقع قدم في حكومة المقبلة لن يكون لها موقع أو موطئ قدم في البرلمان المقبل وبالتالي فأننا نقول أن حكوماتنا وجمهورنا براغماتي يرتبط بالجهات السياسية براغماتيا وبالتالي فسر اهتمام الكتل السياسية بأن يكون لها موقع في هذه الحكومة هو حفاظا على وجودها وديممتها في الحكومات السابقة طيب دكتور غالب بعد كل الانسداد السياسي الحاصل والتيار الصدري الكتلة الصدرية ومن معها يشكل جبهة مهمة بكل المقاييس هل سيقتنع الإطار التنسيقي بضرورة الذهاب إلى التحالف السياسي وإنهاء الانسداد السياسي الحاصل وبالتالي تمرير الحكومة وتشكيلها بعد المبادرة أربعين يوم مراقبتنا للأحداث يعني نشوف الإطار التيار الصدري للآن ثابت على الأهداف التي أعلنها على موقف لم يتغير لم يتزحز قيد أن وله حكومة أغلبية الإطار التنسيقي بدأ بمبادرات وانتهى اليوم لليوم هذا اليوم تكلمنا عن هذا اليوم الجمعة مبادراته تنازل كثيرا للإطار التيار الصدري محاولة منه الاقتراب وتشكيله يقول بعنوان الكتلة الأكبر بعنوان المكون بعنوان كنا نحترض على هذه الأفكار كونها غير موجودة في الدستور العراقي فالدستور لم يرد في ذكره المكون والمذهب والدين القومي دكتور بإيجاز بحسب رؤيتك للمشهد السياسي ماذا تحمل الأيام المقبلة؟ بإيجاز أعتقد أن الإطار التنسيقي سيقدم مبادرة سترضى التيار الصدري وبالتالي سيتم تشكيل حكومة بمعنى أن التيار الصدري الإطار التنسيقي سيستجيب عاجلاً أو عاجلاً تحت عنوان عنوان كثيرة المذهب حفاظ على اللحمة الآخرية وممكن تشكيل الحكومة برؤية قريبة من رؤية التيار الصدري